العقوق حق ولكنه لا يجب نشره في الصحيفة بأني أعق ولدي ومن قام بنشره في الصحيفة بأنه عق ولده يجلب الخسارة الفادحة فيفضح أولاده وأسرته ويجعل أبناءه أعداء له للأبد فالواجب الحذر منه أبدا دائما ومعنى العقوق أن يعلن في الرسائل أو الجرائد كما كنا نشاهد من قبل ويمكن أن يكون له اليوم طرق أخرى أيضا بأنني عققت ابني وغيره من التعبير أستغفر الله يجب الإجتناب حتى عن الهم به فالأبناء سيبقون أبناءكم وأيضا حتى عققتموهم ونشرتم هذا في الجرائد أيضا وأخرجتموهم من بيوتكم ومنعتموهم من الحضور إلى جنازتكم ولكنه بعد موتكم هم سيرثون أموالكم حسب نصيب الشرع ولا يحرمون منه ما أسمح شرعنا وما أحسن إسلامنا منعتموهم ولكن الإسلام لم يمنعهم عن حقوقهم لأنهم ظلوا أبناءكم ولن ينقطع عنهم النسب وهذا يحدث أحيانا بسبب الغضب لكني برغم هذا أنصح الأبناء لو فعل هكذا أبو أحدكم أو تعامل معكم بالجفاء فاعفوا عنهما فإنهما أبواكم وعلى الآباء أيضا أن يعفوا عن أخطاء أولادهم ويجعلوا حياتهم حياة سعيدة بعد الاعتراف بالأخطاء والمسامحة بها وعلى كل حال على الأبناء طاعة الآباء وخدمتهم لازمة بالتأكيد وإن أخرجهم آباؤهم بالإهانة ثم إذا علموا أن أباهم أو أمهم يحتاجون لأموالهم يجب الإنفاق عليهم وصرف الأموال إليهم أنا أقول لكم الحقيقة هم المحتاجون لكم الآن وإن فعلوا ما فعلوا بسبب غضبهم ولكنهم ما زالوا آباءكم فانسوا ما فعلوا فهم آباءكم وإن تعيشوا مع بعضكم بالمسامحة تفوزوا بسعادة الدارين إن شاء الله الكريم صلوا على الحبيب صلى الله على سيدنا محمد